السلام عليكم ورحمة الله معكم خميس الغافر وتحليل سؤالي الرايتنج للصف الثامن الأساسي للفصل الدراس الثاني طبعا هنا نفس السؤال للصف السادس والسابع وكذا للتاسع الطالب يعود لهذه الدروس لكي يفهم الطريقة طبعا دائما تأتي كلمة مضللة وأحيانا أسفلها خط أحيانا حيوان معين أحيانا شخصية معين أحيانا شيء معين المهم الطالب يعرف بهذا الشيء من أين يأتي بالتعريف التعريف موجود في السؤال write a paragraph about a fish إذن هذا معناها zebra shark طبعا هي عبارة عن سمكة فيعرفها الطالب بهكذا في أول جملة إذن zebra shark is a fish إذن هذا هو تعريف zebra shark إذن هي عبارة عن نوع من أنواع الأسماك إذن هي سمكة ثم يأتي إلى المعلومة الثانية ويصيغها في جملة يربطها مع zebra shark طبعا ضميرها it إذن معناها هي تعيش في هذين المحيطين it lives in the indo-pacific oceans أو ممكن بدل هكذا يعني يذكر india pacific oceans إذن هكذا indo أو indian هكذا indian pacific oceans أو indo أو شرطة pacific oceans نفس الشيء ثم ينظر إلى المعلومة الثانية ويربطها مع هذا الاسم ما معنى ذلك small eyes معنى ذلك بأن هذه السمكة تمتلك هذه الأعين وهذا الذيل فإت هاز هاز معنىها تمتلك it has small eyes لديها عينين صغيرتين and a long tail وذيل طويل إذن يربط هذا الأشياء مع هذا هنا أيضا الألوان دائما تكون صفة لهذا السمكة فالطالب يكتب it is yellow and brown it طبعا تعود إلى السمكة ويستحرم فعل is نفس هنا is عندما يذكر جنس أو صنف أو نوع هذا الشيء هذا الاسم إذن هو سمكة هنا أيضا is إذا يذكر لونه إذن it is yellow and brown يكف هذا في هذا البراغراف أحسن الطالب ينظم ولا ينسي الطالب الـ indent هذه المسافة بداية يعني البراغراف لكي المعلم يعرف أين تبدأ كل براغراف إذن ينتقل البراغراف جديدة ويذكر الاسم مرة ثانية zebra sharks ويرى معلومة أخرى هنا eat small fish crab and snails إذن الطالب هنا يصيغها كذا zebra sharks eats small fish الأسماك صغيرة crabs and snails طبعا هذه الحيوات التي تأكلها هذه الأسماك ثم ينظر إلى هذه المعلومة هنا length يعني طولها من كذا إلى كذا إذن كيف يصيغ الطالب الطول طبعا بهذه الطريقة it is it is 2 3.5 متر إذن هكذا نصيغ طول الشيء كالسفينة أو حيوان أو شيء ثم ينظر الطالب إلى المعلومة التي بعدها weight 20 to 30 كيلو جرام إذن كيف نصيغ الوزن هكذا it weights إذن it weighs it weighs يعني تزن 20 to 30 كيلو جرام إذن تزن من 20 إلى 30 كيلو جرام ينظر الطالب هنا live 25 to 35 years كيف يصيغ الطالب يربطه مع تلك طبعا أو ذلك الإسم أو ذلك الحيوان it lives around 25 to 35 years إذن هي تعيش حوالي من 25 إلى 35 سنة إذن هكذا ستبدو البراغراف براقرافين طبعا أيضا لا ينسى الطالب الاندينت يعني نوظف المعلومات ونربطها مع الزيبرا شارك ترجمة نانسي قنقر